السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ مع بعض من هتكوننكت صف الثالث ترمق الثاني من كتاب قطر الندى يلا بينا نشوف اول وحدة اول وحدة اللي هي يونت 7 where are you from من اين انت where are you from where are you from تعال نشوف كده عندي هنا بيقول لي look listen and repeat انظر واستمع ثم ردد this is the house of my father's friend هذا منزل صديق والدي هو رجل صيني وعندانه طبعا اصحابنا اللي كانوا معانا من الترم الاول اللي هي هنة وهاني قبلوا صحابهم واميرة آآ راحوا بيت صديق والدهم الصيني قبلوا مين تعالوا هنشوف here are his children دول اطفاله their names are louis and zangman في ناس متلغبطة وقالوا ان ولاده ثلاثة لا هما مش ثلاث هي الاسماء بتاعتهم مركبه لوي ده اسم واحد اهو لوي مش ووي لا لوي and zangman and zangman ده اسم مركب وده اسم مركب طيب هما على اي اساس قالوا ان هما تلاتة لو هما تلاتة كان المفروض هنا يبقى فيه كوما كان مفروض هنا يبقى فيه كوما لان في الانجلش لما بنيجي نتكلم عن مثلا تلات حاجات زي المصر مثلا بنقول لوي ووي وزانجمن وكذا لا بيقول لوي كوما وي and zangman فتمام فده اسم وده اسم هما اتنين بس طيب ايه الدليل على كلامي كمان تعالوا نبصوا للصور هما اتنين بس صينيين ولد وبنت والبقين اللي هما المصريين مفيش تلاتة اطفال مفيش تلاتة اطفال صينيين اتنين بس لوي and zangman اسمهم بالعربي لوي وتشانجمن تعرفين طبعا الاسام الصيني بتبقى صعبة واقترها مركبة تمام كده يبقى تعالوا نقولها على بعضها تاني this is the house of my father's friend mr. wang here are his children their names are louis and zangman هنا منزل صديق والدي السيد وان هاهم اطفال اسمهم لوي وتشانجمن هلو لوي and zangman اهلا لوي وتشانجمن ردوا عليهم السنين قالوا لهم هلو اهلا number four where are you from من اين انتم where are you from ردوا السنين قالوا لهم where from china احنا من الصين we're chinese where from china where chinese where are you from هما جاوبوا الاول قالوا احنا من الصين احنا سنيين وسألوهم نفس سؤال where are you from من اين انتم فالولاد المصريين ردوا وقالوا we are from egypt احنا من مصر we are egyptian احنا مصريين we are from egypt we are egyptian number seven قالوا لهم welcome to egypt مرحبا بيكم في مصر ردوا المصريين بيرحبوا بالسنين قالوا لهم welcome to egypt يعني مرحبا بيكم في مصر فردوا عليهم السنيين وقالوا thank you i am happy to be here thank you i am happy to be here شكرا لك انا سعيد ان انا موجود هنا يعني ان هو موجود في مصر دي كانت المحاسرة تعالوا بقان هنا نشوف الكلمات vocabulary عندي لازم نعرف الضفل حاكتين انا عندي هنا مجموعة اعلام الاعلام دي دول عندي كمان هنا اطفال كل واحد بيعبر عن جنسيته فلازم نفرق ما بين الدولة والجنسية الدولة والجنسية طيب كلمة دول يعني ايه يعني countries دول يعني countries طيب جنسيات معناها ايه nationalities وطبعا لازم الاطفال يحفظوا الدول والجنسيات بتاعتها دول يعني countries هنشوف الدول دلوقتي وجنسيات معناها nationalities طيب تعالوا نشوف مصر اسمها ايجيبت ايجيبت مصر ايجيبت فرنسا فرانس 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 America 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 C China واحنا طبعا خدنا في كورس الفونيكس ان CH هننطقها China China اليابان Japan Japan تمام؟ وكمان هنعرفهم لان طبعا هم بيعطوا البنكتويت لازم نعرفهم ان كل الدول لازم اول حرف فيها نعمله capital اول حرف في الدول لازم نعملها capital تعال نقره مرة كمان مصر ايجيبت ايجيبت فرنسا فرانس فرانس امريكا 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 سين تواينا تواينا اليابان جابان جابان طيب تعالوا نشوف الجنسيات مصري ايجيبت شن ايجيبت شن ايجيبت شن فرنسي فرانس 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 سنجل بنبيانها قوي عممكن قول فرانس 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 امريكي امريكان صيني الاس هنا وقعت ما بين حرفين متحركين فهنقرها زد نفس الحكاية هنا في الياباني برضو نفس الحكاية هنا بين حرفين متحركين هنقرها زد يبقى مصري فرنسي امريكي سيني ياباني تمام تعمل تشوف هنا بيقول لي لما نيجي نقول ملكية ملكية حاجة الحد يعني هنا father's friend الابستروف اس يعني صديق والدي يعني اس عايز اقول مثلا حقيبة والدي هقول father's bag father's bag تمام فالابستروف اس دي بتعود على ملكية الحاجة للشخص ده اللي بحاجة في مصر مرحبا بك في مصر اي ام حبي تو بي هير ايم حبي تو بي هير يعني انا سعيد ان اكون هنا تعالوا مع بعض نشوف كده عرفنا الكلمات اخدنا المحادسة الديالوج بتاعنا تعالوا نشوف بقى الجرامر طيب عندي هنا الجرامر الوحدة الاولى لسنوان يونة 7 where are you from من اين انت قبل ما ندخل في جرامر لسنوان لازم نراجع على فيربي توبي لان احنا هنستخدمه في الجرامر بتاعنا فيربي توبي اتكلمنا عنه الترم الاول وانها بيكون من am و is و are am معناها اكون is يكون are يكونوا am و is دول بيجوا مع المفرد are تيجي مع الجر am كان بيجي معها i فبالتالي هقول انا اكون i am i am طيب هنا ال is كان معها he she it فهنقول he is she is it is هو يكون هي تكون واتكلم عن غير العاقل يكون are اللي هي الجامعة يكونوا بيجي معه we you they you يعني نحن we يعني نحن you لها معنين مفرد وجامع انت وانتم they معنها هم we are you are they are they are كلمة دي اللي هاختصار i am i am he is he is she is she is she is it is it's we are where you are you're they are they are تمام كده ده احنا خدناه تعالوا نشوف بقى سؤال بتاعنا سؤال عن المكان الذي ينتمي الي الاشخاص لما جي اسأل حد انت منين او هو منين او هي منين او انتم منين ازاي اسأل بالمفرد وازاي اسأل بالجمع where where دي معنها اين بيجي وراها يا اما is لو انا هاسأل حد مفرد بيجي وراها are لو انا هاسأل مجموعة طيب مين ال is ليز هيبقى يا اما هي يا اما شي طب مين ال are ال are يا اما you يا اما they وراهم بيجي كلمة from يعني ممكن من الجزء ده اقول كذا سؤال اقول where is he from من اين هو where is she from من اين هي where are you from من اين انت where are they from من اين هم تمام او من اين انت او انتم لاندي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي are you هنتكلم عنها كمان شوية طيب ده عندي كده السؤال من اين انت طيب بجاوب على ايه لو هو بنسألني انا هقوله i am from واقول اسم الدولة بتاعتي انا من مصر من فرنسا من امريكا من اي دولة i am i am from واقول اسم بلدي او لو بسأل احنا بنسأله هو فهو هيقول هو من بسأل عن حد تاني فبيقول هو من واسم الدولة هي هي is from بقول اسم دولته او she is from اسم دولتها او we are from احنا بنكون من اسم الدولة او they are from بقول اسم الدولة لما جي تكلم عن دولتي لازم هاستخدم كلمة from لازم هاستخدم ما بين الفرب تو بي واسم الدولة بحط كلمة from من معناها ايه؟ معناها من تمام تعال شوف اكزام بالمثال where are you from من اين انت؟ فقال I am from Egypt I am from Egypt انا من مصر طيب where is she from where is she from عشان اجاوب بعمل مقسمة بين الشي وما بين ال is بنعمل مقسمة بين الشي وما بين ال is وباخد وراهم كلمة from اقول she is from واقول اسم بلدها she is from china she is from china طيب والاريو لا الاريو بقى لها موضوع تاني تعالوا نتكلم عنه او تاني هنقول where are you from are you لو هي مفرد لو بسألك انت من اين انت؟ او لو بقولك where are you from من اين انتم؟ طيب انا عندي هنا اليو بنحولها الاي طيب هل الاي يمفع تاخد are؟ لا الاي بيجي معها مين؟ بيجي معها am يبقى لو هو بيسألني انا الاريو هتحول لي I am فانا هجاب بايه I am طيب لو بسأل مجموعة من اين انتم؟ فهم هاليو دي هنحولها لوي هنحولها لوي طيب والوي بتاخد ايه بتاخد ار؟ فالار مش هتتحول هنا هتفضل زي ما هي فهنا بنعمل مقسمة بس بعد محولنا اليو وبقول we are يبقى مسألك where are you from من اين انت؟ فقول I am from Egypt طيب where are you from من اين انتم؟ فقول we are from Egypt طيب لما اجي بقى اتحدث عن الجنسية باستخدم I am والجنسية يعني مثلا انا مصري اقول I am Egyptian he is she is بنقول جنسية على طول مفيش فرن بقى we are جنسية بتاعتهم they are جنسية بتاعتهم يعني مثلا اقول I am from Egypt انا من مصر I am Egyptian انا مصري she is from France هي من فرنسا she is French هي فرنسية we are from China احنا من الصين we are Chinese احنا صينيين تمام كده يبقى مع الجنسية ما باستخدمش from لكن لما باستخدم اسم باكلم عن بلدي او بقول انا من بلد كذا هنا هستخدم معها كلمة from طيب كده خلصنا كمان تعالوا نشوف التدريبات وهوريكم حاجة حلوة عملها قطر النادى يبقى كده خلص كده خلصنا كل ده صفحتين دول هما اللي كانوا الشرح في السكتش تعالوا بقى نحل الاكتيفيتز اللي هي الامتشطة listen and match بيقول استمع ووصل number one Chinese صينيها على اللامسين اهو French number two French فرنسي number three Egyptian مصري number four American American الجزء ده موجود ورا خالص في الكتاب فمفروض يعني lesson and complete مفروض الطفل بيسمع الجملة كاملة ويقول ايه الكلمة اللي نقص يعني هنقول اللي where are you from هو هيقول لنا نقص where where فهنكمل where I am from China اللي نقص China فحيكتب China welcome to Egypt نقصة welcome فحيكتب welcome thank you نقصة thank فهو هيكتبها question number three read and choose the correct answer اقرأ واختر الاجابة الصحيحة number one he الاختصر بتاع هي كان بياخد ايه ابوستروف اس اقول he is he is from امريكا هو من امريكا they are from china يعني هما من الصين they are جنسيتهم ايه سؤال بتاعنا خلاص عرفنا مرحبا بك في مصر كانت welcome to Egypt welcome to Egypt question number four look read and take true يعني انظر واقرأ وضع علامة صح number one هنا I am from Egypt لأ هي مسكة عالم الصين فقول I am from China I am from China دي مسكة عالم فرنسا فهتقول I am French انا فرنسية I am French طيب هنا برضو مسكة عالم اليابان فهتقول she is Japanese she is Japanese مسكة عالم امريكا فهنقول he is from امريكا he is from امريكا question number five سؤال رقم خمسة read and complete اقرأ واكمل عندي كلمة welcome happy American Chinese French number one I am French I am from France طبعا هنا مش هعرف اجوب دي لما اقرأ بقيت السؤال هنا بيقول I am from France I am from France number two we are from America we are American American طيب I am happy to be here I am happy to be here يعني انا سعيد ان انا موجود هنا welcome to Egypt مرحبا بك في مصر نقصة هنا number four نقصة welcome the last paper اخر ورقة او the last page اخر صفحة question number six look and write the missing letters انظر واكتب الحروف الناقصة Chinese نقصة ie Egyptian ga French en question number seven look and write انظر واكتب France نقصة France America Egypt question number eight rearrange the following sentences عايزين نرتب القمل number one where are you from and the question mark number two I am happy to be here انا سعيد اني موجود هنا the following sentence يعني طاع علامات التركيم للجملة الاتية where w capital is علي from علي هو عملها capital خلاص طب عندي ده where اينا يبقى ده السؤال هنحط في الاخر question mark وكده خلاصنا الدرس الاول listen one من الكتاب تعالوا نشوف كمان قطر الندى عامل لنا مفاجأة بصراحة عجبتني جميلة جدا فيه كمان كتاب صغير مع كتاب قطر الندى هدية هو في كتاب اولى مع اولى وتانية شوفنا نها بس بيديهم الكلمات اتنوما ينزلوا بازك الراسة كده هم وارك بيكتبوا فيها الكلمات بطريقة حلوة لأ هنا بقى في ايه في تدريبات تانية عامل لي ايه بقى عامل لي املاء dictation كتب لي الكلمات بالعربي والمفروض الطفل خلاص بقى حافظ الكلمات من الكتاب الكبير هيبدأ يمسك الكتاب الصغير ده ويبدأ ايه يتملى الكلمات شوف الكلمات المكتوبة وهيبدأ يكتبها املاء وماما هتشوفها لو كتب صح والغلط بعد كده هيبدأ برضو يحل تدريبات هنا عندي جابانيز عندي ابوستروف ار ايه welcome ابوستروف ايه thanks number one to Egypt خلاص عرفها بقى وحلها في الكتاب الكبير هيقول welcome to Egypt مرحبا بك في مصر number two I am from Japan I am Japanese خلاص عرفنا لما اليابان بيبقى جابانيز he بتاخد ابوستروف اس he is from France they قام بتاخد ابوستروف ر ايه American they are American طيب عندي صفحة كمن ترتيب rearrange the following sentences رتب الجمل التالية number one I am happy to be here I am happy to be here and ابوستروف and full stop number two this is the house of my father's friend and ابوستروف بردو number three where are you from من اينا انت بنحط question mark هلا بتستفهم number four where are we and zangman from من اينا الي هي we we zangman from عندي هنا بردو هنا بيقولي look and write a paragraph of three sentences انظر واكتب براجراف من ثلاث جمل هنعلم الولاد يكتبوا براجراف هنا طبعا خدوا ايه في الوحدة خدوا ده بيقول انا من مصر دي بتقول هي من امريكا هو من امريكا هي من فرنسا فهنبدأ اول حاجة هنخلي يسيب مسافة كده اكن وسب مسافة لكلمة هيدخل جوه شويه في السطر الاول هيكتب اول جملة بتاعته ومديني كلمة عايز امريكا فرانس ايجيبت فقلت اي ام فرام ايجيبت انا من مصر حطت full stop ممكن اكمل بعدها بقى انا حسيت المكان هيبقى دايق بس لو في مكان كبير هنكمل بعدها لان ده براجراف ومش بيقولي اكتب جمل تحت بعدها لان هو عايز براجراف يعني هنكتب متواصل بس بنحط ما بين كل جملة والتانية بنحط full stop اول الجملة بابتدي بكابيتل حطت full stop الجملة التانية لازم ابتدي برده بكابيتل فممكن اكمل هنا ممكن لو كان فيه مكان ما كانش فيه سور انا كنت هكمل هنا فبنقول الجملة التانية هيدز فرام امريكا حط full stop برده يبقى اهم حاجة اسيب مسافة في الاول اسيب مسافة في اول سطر مسافة كده قدر كلمة الجملة بتبدأ بحرف كابيتل بعد ما بخلص جملتي بحط نقطة هبتدي جملة جديدة لازم ابتدي برده بحرف كابيتل خلصت جملتي بحط نقطة وهكذا هو من امريكا خلصت جملتي حطت full stop بتاعتي بدأت جملة جديدة بحرف كابيتل she is from France هي من فرنسا خلصت جملتي حطيت full stop وبكده خلصنا الدرس بتاعنا listen one from unit 7 where are you from من اين انت او من اين انتم اتمنى ان انا نكون في التقوم ان شاء الله هنمشي لان انا شايفة يعني المنهج بصراحة انا مبسطش في كله يعني انا ايه بحب كده امشي واحدة واحدة بحبش الصدم مرة واحدة فبصوا الكتاب قد ايه زي الكتاب الصغير نفس الحكاية الرياضيات برضو رياضيات شايفة المنهج كبير كبير جدا يعني كبير جدا 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 ربنا يكون فعونهم المناهج حلوة بس مشكلتها كبيرة جدا لو كان كتب ترم واحد تتقسم على الترمين كنا قلنا المنهج في غاية الروعة لكن الحشو الكتير ده والمعلومات الزيادة عن اللزوم صعبة جدا بصراحة فاتمنى ان احنا نذاكر معاهم ونخلص كل ترم بترمه محدش يقول مثلا فيش امتحانات سنة راحت لا فيه تراكمي اللي مش هيتعلم من دلوقتي وهيذكر المنهج كامل ولاده هيطلعوا السنة الجاية مش فاهمين اي حاجة وخلاص كده هيبقى راح عليهم مش هيقدر يرجع القديم راجعوا ذكروا الاولادكم وتابعوا معاهم وقمشوا المنهج واحدة واحدة قنوات كتير ومدرسين كتير بتفيدكم مجاني فاتمنى ان انتو تعملوا اللي عليكم والبيئة على ربنا بشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة